موسيقى بسبب الأحكاية على التحكيم ولكن طبعا هو دي كرة قدم زي ما احنا بنقول احنا في بداية الموسم طبعا خمس السابيع حتى الآن ولكن سيستمر الدوري بالرغم من ممكن يبقى فيه مشاكل تحكمية على كل الفرق وليس فريق بعينه فقط ولكن طبعا هي دي كرة قدم اتمنى وحنا بننادي من بدري قوي على جزئي التحكيم وحلها بشكل كبير طبعا من لجنة التحكيم او اتحاد الكرة اكيد كله لو في حد بيستفاد في حد تاني بيتضر بشكل كبيل في المبارات نتيجة الاخطاء التحكيمية ان شاء الله تتحل بشكل كبير في الفترة القادمة زي ما بقول لكم يمكن زمالك وطنتا لعبوا هذين المباراة وتعادوا الايجابي واحد واحد سلاحة شهور بيحرز لنادي الزمالك ثم تعادل محمد جابر وتعادوا لطنتا يمكن المباراة النهاردة مباراة لحد ما متوسطة المستوى الأسبوع لحد ما متوسطة المستوى افضل المباراة كانت مباراة المصري لو نتذكرها طبعا مباراة إلى حد ما المصر مقصي بيبتعد عن مستوى للعام الماضي مصري بيتقلق بشكل كبير وبيستمر في تقلقه مع حسام حسنا لكن نتمنى إن شاء الله الدوري يرتفع مستوى خصوصا بعد تؤهل منتخبنا لكأس العالم والباب مفتوح لدى جميع اللعابين من خلال طبعا الدوري ومن خلال طبعا مستوىهم الفني إن هم يبقوا موجودين في منتخبنا الوطن إن شاء الله اللي هيكون موجود إن شاء الله في كأس العالم روسيا 2018 وده يكون في شهر 6 يعني بعد انتهاء الدوري على حسب كلام طبعا الحاج عام الحسين إن الدوري هينتهي في شهر 5 يارب كل التوفيق لكل المنظومة الراضية وكرة القدم في هذا الجزء إن احنا نكمل الدوري بشكل سليم نكمل الدوري بشكل جيد ده اللي احنا نتمنى بأمر اللي خلينا نقول لكم أيضا الإسماعيلي بيفوز على الانتاج الحربي النهاردة بهدف للا شيء طبعا على ملعب الانتاج الحربي يمكن الإسماعيلي مختلف عن السنة اللي فاتت إلى حد ما بيرجع الإسماعيلي اللي احنا دايما كنا بنشوفه هو برازيل الكرة المصرية فبالتالي فوز النهاردة على الانتاج الحربي الفريق القوي الفريق المميز السنادي ولكن طبعا عايزين نشوف كرة جميلة من الإسماعيلي لأنه فعلا زي ما بقول لكم هو برازيل الكرة المصرية على مدار عصور كبيرة كان دائما فريق إسماعيلي بيطلع نجوم كبار بيطلع لعيبة مميزة دائما مباراةه بتبقى مميزة نتيجة أداءه المميز في الدور المصري ده اللي احنا بنشوفه دائما من خلال طبعا فريق إسماعيلي عايزة أقول لكم نتائج الأسبوع الخامس حتى الآن طبعا زي ما أقول لكم فيه مباراة شغالة هي أمبي وطلاع الجيش ستنتهي بها الأسبوع الخامس في الدور الممتاز يمكن يوم الأربع تلعب مباراة الداخلية ورجاء وفوز الداخلية 2-0 أيضا سموحة وبتروجيت وفوز أو تعادل فريقين 0-0 أيضا ودي دجلة والنصر تعادل إيجابي ما بين فريقين 1-1 ثم يوم الخميس تلعبت مباراة الأسيوتي والمخونون العرب وتعادل إيجابي ما بين الفريقين أيضا مصري بوسعيدي ومصر المقصة ومباراة كانت ماراثونية 3-2 للمصري البوسعيدي ثم طبعا مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 2-0 أيضا الانتاج الحرب النهاردة والإسماعيلي 1-0 وتنطا والزمالك النهاردة وتعادل إيجابي 1-1 ثم بقى أمبي وطلاع الجيش في التلعب في التوقيت الحالي وحتى الآن تعادل 0-0 عايزة أقول لكم على مباراة الأهلي مبالح طبعا شفنا مباراة جيدة مباراة يمكن إلى حد ما إصابات فيها هي كانت أكثر حاجة ممكن تكون محذنة في هذه المباراة شفنا وليد سليمان شفنا صالح جمعة تعور شفنا هشام شحاتة لعب فريق الاتحاد السكندري يمكن عنده شرخ في الجمجمة أو كسر في الجمجمة نتمنى طبعا للسلامة أيضا نتمنى السلامة لوليد سليمان اللي احنا بنأمل فيه خير فيه إن شاء الله يبقى موجود يعني على حسب المعلومات إنها كدمة قوية في رجل وليد سليمان إن شاء الله يرجع بالسلامة خصوصا إحنا محتاجينه في مباراة النجم الساحلي لأنه لعب مميز خبرات كبيرة سوف يستفاد بيه كابتر حسام البدل زي ما استفاد بيه في المباراة الأولى هناك في تونس فبالتالي يا رب كل السلامة لوليد سليمان وأيضا طبعا صلح جمعة وكل ما هو مصاب يعني عبدالله سعيد نتمنى طبعا إن شاء الله لو المؤشرات بتقول إن هو يرجع على مباراة النجم الساحلي نتمنى ذلك إن شاء الله وطبعا لو الأمور فيها شك بسيط لا إحنا همنا سلامة عبدالله سعيد وأعتقد الجهاز الفني كابتر حسام وكابتر حفيز وجهاز الفني بالكامل عارفين الجزئية دي وأكيد سلامة اللعب وهي الأهم لإن إحنا لسه قدامنا كلام كتير جدا سوابها في الدورة ممتاز أو في بطولات كتير لكن إن شاء الله عبدالله سعيد يعود وأيضا حسام وليد سليمان أنا آسف يعود طبعا كرة طبعا صعبة جدا ما كنتش أحب أشوف تدخل قوي بالشكل ده من لعب الاتحاد لأن طبعا يعني ده زميل ليك بغض النظر أنت بتلعب بقوة على الكورة وليس على رجل اللعيب يعني نتمنى دايما أن اللعيبة تاخد بالها حتى لو أنت مش فريقك يعني لو أنت بتتمرم دايما هتناخد بالنا من بعض لكن أيضا لو في فريق تاني تحاول دايما باستمرار تخلي بالك من الزميل فيه نجوم كبار بطاله بنفس الشكل أو بنفس الأسلوب ده نفتكر ماركو فان باستن ممكن اطلع بسببه قانون العرقلة من الخلف أن تتاخد فيها طرد فبالتالي أعتقد أن كرة زي كده يعني أنت بتشوف أنها صعبة جدا أن وليد سليمان يعني بيستلم يعني مش محتاجة أبدا أن أنت هذا التدخل القوي حتى لو أنت بتقول أن أنت مش أصدق لازم تكون واخد بالك جدا أن الكرة كانت في حوزيته الكرة كانت بتحت رجل وليد سليمان فهو يستحق الطرد أعتقد شادة للتحكم ولكن يا رب بأمر الله تكون إصابة خفيفة زي ما جاءت المؤشرات بالنسبة لنا لوليد سليمان وليد زي ما أقول لكم هو لعيب مميز لعيب تكتيكي على الأعلى مستوى يا كابتن حسام البدري أكيد هيستفاد به في مباراة النجم في حالة وجوده وسلامته بأمر الله بالإضافة طبعا لمجموعة اللعيبة اللي هتبقى موجودة ويا رب عودة عبدالله طبعا زي مؤمن وأجاية طبعا وكل اللعبين نحن طبعا بنخسر لعب مميز جدا زي أحمد فتحي فأتمنى أنه ما نبقاش فيه خسارة أكتر من ذلك بلعبين مميزين زي عبدالله ووليد سليمان يا رب بأمر الله زي ما أقول لكم زي ما بنشوف كده أحمد ما نبدأ كلمة أحمد موقوف فبالتالي مش هيكون مشترك في المباراة القادمة أمام النجم السحلي عايز أقول لكم كابتن حسين بدأ بمباراة زي ما احنا شوفنا المباراة السريعة المباراة السريعة في رئتين عزين أو فتحين الملعب بشكل كبير شوفنا كابتن هاني رمزي بيحاول يجاري النادي الأهل في جزئية الهجومية ولكن طبعا النادي الأهل استفاد بشكل كبير بالأخطاء الدفاعية للنادي الاتحاد عن طريق أجاية وعن طريق حسين السيد إحنا لعبنا مباراة بطرفين إلى حد ما بقالهم فترة ما لعبوش مع بعض أو لعبوا مع الفريد الأساسي من مدة طويلة سواء بقى محمد هاني أو حسين السيد صراحا مباراة هم تقلقوا بشكل كبير طبعا تقلقوا دائما أنا بشوف أن هذا اللعب أجاية هو مفتاح الفوز دائما باستمرار ومفتاح التقدم النادي الأهل في مباراة ممكن تكون الصعوبة في التهديف بتبقى موجود هو بيحل هذا اللغز وبيفتتح دائما الأهداف وبيطمن الفريق أعتقد أن أجاية بيتحسن شيئا في أداءه في تأقلهم مع الفريق في اعتماد اللعبين عليه كمان وسقطهم فيه أمام المرمى ده اللي احنا شايفينه من خلال وجود أجاية فيه الفترة اللي فاتت مع فريق النادي الأهلي نتمنى طبعا ماتشينبي يبقى موجود أيضا ويتأقلم بشكل كبير في المباراة القادمة في الدور الممتاز حسين سيد ده هدفه أمامنا هدف رائع بيمين ويدي شيء طبعا أعتقد أنه ده تطور في أداءه أن حسين دايما بيلعب برجلي الشمال وبيعتمد على الكروس بشكل أكبر أو الأوفرات بشكل أكبر أنه يخش على السنة الثمانتاشر ويبتدي يسدد في المرمى برجلي اليمين ده تطور في أداءه لو ابتدى يكررها بشكل كبير هتبقى في مصلحته كوجوده أو في وجوده كلاعب أساسي أو وجوده مع فريق النادي الأهلي في الفترة القادمة وتفكير كابتن حسام البدري بإشراكه لأن إمكانياته وإمكانيات هيلة جدا يعني حسين من اللعيبة المميازة من أولادي النادي الأهلي لما بياخد زي ما أنت شايف كده بيبقى في أحسن حال ده نحن نتمنى لأنه زي ما أقول لكم إمكانياته هيلة عنده قوة بدنية عنده بيعرف يرفع كروس بشكل جيد بيشوت برجلي الاتنين زي ما احنا شايفين سواء بايمين أو شمال كل ده مهم جدا لكن أنك تستمر في أداء أو تستمر في تقلقك مع الفريق هو ده عشان كده صعوبة اللعب في النادي الأهلي تعتمد على الاستمرارية دايما باستمرار مش مكشو خلاص هو ده النادي الأهلي فبالتالي ببريك له مبارح على أداءه سواء هو أو محمد هاني الاتنين طرفين النادي الأهلي اللي بنعتمد عليهم وزي ما بنقول كده أنت بتطمن لما بتلاقي مجموعة اللعيبة اللي بتشركهم اللي بقى لهم فترة مش موجودين وبيشتركوا وبيعادوا بشكل جديد أو بشكل موجود في توقيت ممكن يكون اللعيبة الأساسية مش موجودة فبالتالي بتطمن من خلال أداءهم وده حاجة مميزة جدا من خلال اتنين لعيبة سواء محمد هاني أو حسين السيد طبعا بالإضافة إلى باقي اللعبين وأداءهم الجاية في المباراة وثلاث نقاط مهمين جدا بيرتفع رصيد النادي الأهلي لأربع نقاط في الدولة الممتاز طبعا الأسبوع الجاي إن شاء الله في مباراة الرجاء المؤجلة من الأسبوع الثالث يوم لاثنين إن شاء الله هتكون هذه المباراة وزي ما بقول لكم ودي آخر مباراة قبل مباراة النجم نتمنى إن شاء الله عدد المصابين يرجعوا نتمنى إن احنا نخلي بالنا من إصاباتنا أو نخلي بالنا من لعابتنا إن شاء الله لأن احنا عندنا مباراة مهمة أمام النجم السحلي وشان كده بكلم أي فريق ممكن يواجه النادي الأهلي خصوصا في المباراة المهمة في بطولة أفريقيا خلوا دايما بالهم من زميلهم لأن هي كرة القدم هي أنت دايما بتلعب على الكرة وليس على أرجل اللعبين وده اللي احنا نتمنى بشكل كبير كلام كتير بقى عن مشكلة بتاعت أماد ميتاب وكابت حسام بدري أعتقد أن أماد ميتاب النهاردة بوجوده في التمرين وكابت حسام بدري تصريحه عن أنه هو المسؤول الأول والأخير على إشراك اللعبين ده يدل أن النادي الأهلي مفوش أي مشاكل عماد ميتاب نزل واشترك في التمرين وأي وارد أن اللعب يزعل أنه هو ما بلعبش وده شيء طبيعي لكن عندنا جزئين أنه بنمسك في الحاجة وبنقعد نتكلم لبص عماد ميتاب عمل إيه وضع طبيعي أن أنا أبقى زعلان وضع طبيعي أن أنا أبقى مدائي أن أنا ما بلعبش بحجمي وكابتن عماد ميتاب كان جمي كبير نفسه طبعا يبقى موجود ونفسه يبقى في الملعب ولكن طبعا كابتن حسام البدري من خلال تواجده في الملعب من خلال تواجده رؤيته للمباراة وضع طبيعي أنه هو بيحدد مين ينزل ومين ما ينزلش ولكن طبعا كل التأدير لعماد ميتاب وكل التأدير أيضا لكابتن حسام البدري اللي بيحافظ على كيانة فريق وبيحافظ على وجود أو شكل التيم أكيد فيه ظروف معينة خلت كابتن حسام البدري لو كان بيفكر في عماد ميتاب من خلال طبعا الإصابات من خلال شكل التيم اللي قدام ومن خلال الخطط الموجودة داخل الملعب تخليته يأجل عدم موجود عماد ميتاب في المباراة أكيد فيه فرص قادمة إن شاء الله لعماد ميتاب وهو نجم من نجوم النادي الأهلي المحترمين اللي أخلاق أنا بتكلم من عماد ميتاب من اللعيبة اللي عندهم صفاء نفس بشكل كبير جدا عندهم حب للنادي عندهم زي ما بيقول ركيزة كده مش متهور ما عندهش مشكلة في أي حاجة كل ده مهم جدا في لاعب زي ده إنه يدي القضوة لفريق يعني ده بالخصوص طبعا أماد وكابتن حسام بدري والكلام على هذه المشكلة دائما النادي الأهلي ما عندناش مشكلة في هذه الجزئة عدد لكم يمكن النادي الأهلي أعلن عن عقد الجمعية العمومية الخاصة طبعا بانتخابات النادي للفترة القادمة يوم 30 إن شاء الله نوفمبر هتكون انتخابات النادي الأهلي النادي الأهلي هيفتح هيفتح باب الترشح من يوم 15 القادم يوم الحد حتى يوم سبعة أيام من يوم 15 لغاية يوم 20 سبعة أيام من 21 أنا آسف هيكون فيها فتح باب الترشح لكل من يريد أن يترشح لرئاس النادي وعضوية النادي الأهلي كل التوفيق طبعا لكل من يترشح لنادي أهلي ويحب أنه يبقى موجود في النادي الأهلي وخدمة هذا الكيان مين بقى اسمه مين عمل إيه ومين بيعمل إيه كل المهم أن هذا الكيان يمشي أو تروسه تمشي زي ما هي الحصد البطلات القيم والمبادئ حب الكيان ده وحب الجماهير واسمه على مستوى العالم واسمه على المستوى العربي والأفريقي يفضل زي ما هو وهو ده اللي احنا عايزينه من أي حد يبقى موجود كلنا بنكتهد كلنا بنبقى موجودين هنا في مكاننا، في كرسينا، في قناتنا، في ملعبنا، في الندينا، في مجلس إدارتنا كلنا بنشتغل عشان وجود النادي الأهلي في أحسن مكانة في الرياضة المصرية والرياضة الأفريقية والعربية ونتمنى إن شاء الله طبعا بعد ما وصلنا للعالمية خمس مرات نتمنىها تبقى ستة بأمر الله ده اللي احنا نتمنىها بأمر الله من خلال طبعا اشتراك النادي الأهلي هذا الموسم إن شاء الله بفوزوا بهذه البطولة بطولة أفريقيا والمباراة المهمة أمام النجمة السحيلي بأمر الله وصول بطولة العالم للأندية ده اللي احنا نتمنىه وزي ما بلوكوا وفات حباب الترشح ده أكيد كل واحد من حقه إنه يبقى موجود وشايف إنه يخدم النادي الأهلي بشكل جيد خلاص يتفضل يخش وإحنا طبعا اللي هيكسب كلنا في ظهره كلنا هنبقى موجودين بنخدم النادي وبنخدم تطلعاته وبنخدم طموحه اللي هي بتساعد فريقنا وبنساعد نادينا إنه يبقى في أحسن حال فبالتالي كل التوفيق لكل من إن شاء الله عايز يخش في انتخابات النادي الأهلي القادمة عايز أقول لكو إن الاجتماع سوف يكون صحيحا بأمر الله بحضور عشر تلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمال العمومية ويبدأ الفرز الأصوات بمجرد اجتمال النصاب القانوني الأعضاء اللي هم حق التصويت اللي هم الأعضاء المسددين لإشتراك السنوي 2017 بس عشان الناس تبقى متفاهمة هذا الجزء فبالتالي كلنا هنبقى متواجدين كلنا بنحب ندينا وهيبقى فيه إن شاء الله في هذا اليوم وربنا يولي من يصلح لإدارة هذا النادي الكبير والكيان الكبير العظيم هو النادي الأهلي ودائما بنقول النادي الأهلي فوق الجميع أو فوق جميع أبنائه بأمر الله وده اللي احنا نتمناه في الفترة القادمة زي ما بقول لكم كده الفترة القادمة للنادي الأهلي عندنا مرش النجم عندنا الانتخابات إن شاء الله عندنا حاجات كتير جدا بطولة الدوري بنستمر فيها للحصول على النجمة الرابعة واللقب الثالث على التوالي ده اللي احنا بنركز فيه لكن احنا مش نحس بأمر الله بأي مشكلة داخل الفريق أو أي مشكلة داخل فرق النادي لأن احنا عندنا زي ما نقول مؤسسة هي مؤسسة كبيرة في الرياضة المصرية مؤسسة النادي الأهلي ما بتتأثرش بأي شيء بأمر الله يعني ده اللي احنا نتمناه متأثرش بأي شيء مهما حصل مهما كلام حصل مهما كان فيه انتخابات مهما كان فيه إلى حد ما إخفاق في بعض الأحيان بترجع وتقف على رجليها بشكل قوي لأن حب الجمهور وتكاتف أولاد وتكاتف محبي هذا النادي دائما بيخلوه دائما فيه المقدمة وأكيد حصد البطولات هو ده الهم يعني ده كلام هيبقى موجود من خلال طبعا تواجد اتنين من النقاط الرديين المميزين سواء أستاذ حسن خلف الله أو أستاذ هاب الفولي هنكلم بقى طبعا عن مباراة الأهلي والنجم والرجاء وأيضا فاتح باب الترشح إن شاء الله اللي هنكلم عنه دلوقتي وشكل الانتخابات في الفترة القادمة وأيضا يمكن كان فيه ملتقى الوظيفي اللي كان موجود في النادي الأهلي منذ أيام هنتكلم أيضا عنه وشكله كان عامل إزاي وليه تفتح وليه أهدافه وأسبابه النهاردة أنا آسف كان موجود النهاردة فبالتالي كلام أيضا عن هذا الموضوع ولكن طبعا بعد الفاصل مع الاثنين النقاط الرديين من النقاط الرديين المميزين سواء حسن خلف الله وأيضا أستاذ هاب الفولي هنروح لفاصل وأرجع أستابع اشتركوا في القناة